موسيقى الجزائر وحدها هي من تنافس الولايات المتحدة الامريكية على استحواز اكبر احتياطيات في العالم من هذا الغاز النبيل زو الطيف الواسع من الاستخدامات في العديد من الصناعات الحديثة وهو يمثل احد اهم الخامات التي لا غنى عنها في كثير من الصناعات العسكرية المتقدمة فماذا عن هذا الغاز النبيل وما هو حجم احتياطياته في التراب الجزائري والتي تجعل من الجزائر المنافس الوحيد للولايات المتحدة الامريكية وما هي ابرز استخداماته في مجال الصناعات الحربية الحديثة هيا بنا نكشف التفاصيل اهلا بكم وكل التحية لحضرتكم من المنظور العلمي فان الغاز النبيل هو غاز الهيليوم النادر الذي يأتي على رأس عناصر المجموعة الثامنة عشر في الجدول الدوري عدده الزري اسنان ورمزه اتش اي وهو يتسم بمجموعة من الخصائص الفريدة من بينها انه غاز عديم اللون والرائحة والاقل درجة غلايان وانصهار مقارنة بباقي العناصر الكيميائية اضافة الى ناقلياته الحرارية العالية وهو ثاني اخف العناصر الطبيعية بعد الهيدروجين وبرغم انه ثاني اقصر العناصر وفرة في الكون بنسبة 24% الا انه من انظر العناصر وجودا على سطح الارض ولا تتجاوز نسبته ال 7% في حقول الغاز الطبيعي وهو يتكون نتيجة الادمحلال الاشاعي للعناصر السقيلة التي تطلق جسيمات الفة وبتجمع الالكترونيات هذه الجسيمات تبدأ بالانحباس والكمون في الطبقات الصخرية على الهيئة الغازية ويتم استخراج هذا الغاز النبيل في اطار عملية التقطير التجزيئي مع الاشارة ان الهوليوم عنصر سريع النفاذ واذا افلت من مكامنه ينطلق في الغلاف الجوي ويواصل رحلته الى الفضاء الخارجي ليندامج مع الهوليوم الكوني وهو في ذات الوقت عنصر ناضب اي لا يتجدد في مكامنه مثله في ذلك مثل النفط وفي الترتيب العالمي للدول التي ظهرت فيها اكبر الاكتشافات لهذه المادة الاستراتيجية النادرة تأتي الولايات المتحدة الامريكية في المقدمة باحتياطيات تصل الى نحو 4000 مليون متر مكعب تليها الجزائر بنحو 1800 مليون ثم روسيا ثالثا بنحو 1700 مليون وتأتي بولندا رابعا باحتياطيات قدرها 33 مليون وفي وقت يكتشف المزيد من احتياطيات هذا الغاز النبيل في التراب الجزائري يتراجع المخزون الامريكي مع ضرورة الاشارة ان المستهلك السنوي من المخزون الامريكي يقدر بنحو 120 مليون متر مكعب في مقابل نحو 20 مليون من المخزون الجزائري وفي ضوء ذلك صار غير واحد من كبار خبراء الاقتصاد الطاقوي في العالم يرون في الاحتياط الجزائري بديلا عالميا لتزويد الدول المستهلكة بهذه المادة النادرة والتي يتضاعف الطلب عليها بشكل مستمر وذلك لطابعها الاستراتيجي ودخولها في كثير من الصناعات الحربية كما سنبين بعد قليل وكانت هيئة المراقبة الجيولوجية الامريكية قد اصدرت تقريرا اشارت فيه الى وجود احتياطيات معتبرة في الاراضي الجزائرية وبخاصة منطقة حاس الرمل في صحراء الجزائر والتي تصنف باعتبارها احد اكبر حقول الهوليوم في العالم جدير بالاشارة ان هوليوم الجزائر يتم استخراجه بواسطة تجمعين كبيرين الاول هو تجمع هيل يوس القائم على اساس شراكة بين صنو تراك الوطنية التي تمتلك 51% من الاسهم ومجموعة هيل باس التي تعود ملكيتها لمؤسستين عالميتين الاولى امريكية وهي مؤسسة اير بوردكت والاخرى فرنسية وهي اير لكيد ويتركز نشاط هذا التجمع في منطقة ايرزيو والتجمع الثاني هو تجمع هيل سون بوردكاش الذي تشكل بتعاون بين السونو تراك الجزائرية ولند الالمانية ويتركز نشاط هذا التجمع في قاعدة سيكيك دا الصناعية الغازية ومعظم الانتاج يتم تصديره الى دول الاتحاد الاوروبي وبالاخص فرنسا التي تستحوز على 85% من اجمال صادرات الهوليوم الجزائري والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تتصارع الدول المتفوقة عسكريا للحصول على هذا الغاز النبيل وما هي ابرز الصناعات العسكرية المتقدمة التي تعتمد عليه لقد كشفت عدة تقارير حديثة ان غاز الهوليوم النادر صار يصنف باعتباره المادة الاستراتيجية التي تتصابق عليها الدول الصناعية الكبرى وبخاصة الدول التي تبحث عن التفوق العسكري للأسباب التالية عرفت اهميته في الصناعات العسكرية منذ الحرب العالمية الاولى حين كانت تعبأ به المناطيد المشاركة في الحرب والتي كان اول اطلاق لها من قاعدة بولنغفيلد العسكرية في واشنطن وتواصل استخدامها في الحرب العالمية الثانية وما زالت بعض الجيوش تستخدمها الى الان بعد ادخال المزيد من التطوير عليها ويستخدم الهيليوم في صناعة اجهزة كشف التسريبات الناجمة عن عمليات الانتشار الغازي اثناء تخصيب اليورانيوم وتصنيع الكمبلة الزرية ويعتمد عليه للحماية والوقاية عند اجراء عمليات اللحام القسي واثناء تصنيع رقائق السيليكون والجيرامينيوم وكذا عند تحضير التيتانيوم والزير كينيوم للصناعات الحربية المتقدمة ويستخدم الهيليوم كوسيط في المفاعلات النووية المبردة بالغاز وذلك بسبب خموله الكيميائي وناقلياته الحرارية العالية وعدم تأثره بنشاط النيترونات ولا تتشكل عنه نظائر مشعة تحت شروط عمل المفاعل ونجد الهيليوم حاضرا في تجهيزات الغواصات الحديثة وذلك لكون عنصر رئيسي في تقنيات التبريد العميق كما يدخل في تركيب غازات التنفس باجهزة ومعدات الغوص للتخفيف من اثار الضغوط المرتفعة في الاعماق المائية ويستخدم كمبرد الالكترونيات والموصلات الفائقة في صناعة اجهزة ومعدات الرصد والمراقبة والرؤية الليلية والتصوير بالرانين المغناطسي ومنه يصنع نوعا من الليزر يعرف بليزر هيليوم نيون وهو ليزر غازي ينتج حزمة مركزة حمراء اللون يعول عليها في صناعة غير نوعا من الاجهزة الليزارية الحديثة وقد وصل الهيليوم الى معدات اجهزة حرب النجوم حيث صار يعول عليه لضمان استمرارية التشغيل في محركات الدفع النفاذ وكذلك من اجل تعزيز وتحسين استهلاك الوقود في خزانات المركبات الفضائية وهذا غيض من فايد استخدامات الهيليوم في الصناعات العسكرية المتقدمة ومن ثم تصاعد الصراع العالمي عليه من قبل الدول الصناعية الكبرى خاصة في ظل مؤشرات على زيادة الطلب عليه والاستنزاف المستمر لمخزوناته وما نشرته صحيفة وولو ستريد جورنان يشير الى ذلك حيث تقدم الكونجرس الامريكي بتوصية عاجلة من اجل اتخاذ التدابير وتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الاستراتيجية لمنع تدهر الصناعات الفضائية بشكل حاد كون الهيليوم هو العنصر الاهم في تجارب اطلاق السواريخ نفس الاتجاه اتخذته الحكومة الصينية التي اعتمدت خطة صارمة لترشيد استخراجها واستهلاكها للمخزون الوطني من الهيليوم واوصى بذلك ايضا فلاديمير بوتين الذي اشار في تصريح له اثناء افتتاح المركز اللوجستي لخدمات حاويات الهيليوم في منطقة فلاديفوستوك بشرق روسيا الى اهمية الحفاظ على هذه المادة الاستراتيجية التي يتسابق عليها العالم في وقت تنخفض احتياطيتها كونها مادة ناضبة لا تتجدد نأمل ان تكون الحكومة الجزائرية معنية بهذا السباق او بالاحرى الصراع العالمي على الهيليوم الغاز النبيل النادر الذي تمتلك منه الجزائر احتياطيات ضخمة تحتل بها المركز الثاني عالميا وصار المنافس الوحيد لها في الانتاج وهو الولايات المتحدة الامريكية يعاني من السنزاف احتياطيته ويطالب بالترشيد والحفاظ على ما تبقى لديه فهل تنجح الجزائر في تحقيق افضل استثمار لكنزها النبيل الذي تتصارع عليه الدول شاركنا برأيك كل التقدير والاحترام لحضراتكم ونرحب بالتعليقات والاراء الجادة التي تحظى منا بمزيد من الاهتمام ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة